بيبدأ الفيلم في سجن مشدد في روسيا واللي يعتبر من أخطر السجون في العالم لأنه بيتم فيه مبرايات ملاكمة غير قانونية بقيادة شخص اسمه جاجا واللي بيكون رئيس عصابة كبير جداً في روسيا وبنعرف انه بيجمع فلوس من مراهنات اللي بتتعامل على اللاعبين في المبرايات وبيكون فيه ملاكم محترف جداً روسي اسمه بايكا وده محكوم عليه بالمؤبط جوى السجن وبيكون واهب حياته كلها للتمرين وبيكون عنده إصرار انه يفوس في مبرايات الملاكمة اللي بتتعامل ضده بنروح بعدها بقى الملاكم أمريكي اسمه جورج واللي بيكون جاء لروسيا عشان يعمل إعلان لمنتج معين فبيتخانق جورج مع المسؤولين بتوع الإعلان لأنه مش عارف ينطق الكلمات الروسية اللي مكتوبة في السيناريو وفي الآخر بيتخانق جورج وبيكسر إزازة المنتج وبعدها بيسيبهم وبيمشي فبيجيلوا فيه المدير أعماله وبيفكروا ان حالته المادية سيئة جداً خصوصاً بعد ما خسر شهرته في مجال الملاكمة وبيبدأ يحاول يقنعه انه يكمل الإعلان عشان ياخد فلوسه في الوقت دوت بيكون فيه مباراة في السجن وبيراهن جاجا على فوز متصابق اسمه ديفيد على بويكا المنافس بتاعه وبتبدأ المباراة بس بويكا هو اللي بيفوز على ديفيد ساعتها جاجا بيتضايق جداً لأنه خسر فلوس كتير قوي في الرهان في نفس الوقت بيكون فيه مجموعة من الروسيين جوا غرفة جورج في الفونتو وبيحطوله مواد مخدرة في القوضة فبيرجع جورج في هجأة وبيتصدم أول ما بيلاقيهم قدامه فبيفضل يتخانق معهم لحد ما واحد منهم بيدربه على دماغه وبيخليه يفقد الوعي ولما بيفوق بيلاقي ان الشرطة قدامه فبيقبضوا عليه عشان لقوا مخدرات في قطه وبيترحل على نفس السجن الروسي اللي موجود فيه بويكا بنعرف ساعتها ان ماركم دير السجن هو أصلاً اللفة القضية بتاعت المخدرات لجورج وده عشان يخليه يدخل السجن وينافس بويكا في مباراة ملاكمة ويفوز عليه كل ده طبعاً بيكون بأمر من جاجا لأنه هدد ماركو انه لو ملقاش حل في موضوع فوز بويكا المتكرر دوت فهيفضح المباراة الغير قانونية اللي بتحصل في السجن وفعلاً بيوصل جورج للسجن فبيتعاملوا معاه بطريقة سيئة جداً عشان يكبروني ينفذ أوامرهم وبيكبروني يستحمى بمية ساقعة في عزة تلج المهم بيوصل جورج على زنزانته وبيلاقي كل المساجين عملين يجتموه وبيقولوله انت ملاكم فاشل واستحالة تهزم بويكا ساعتها جورج ما بيكونش فاهم هو الناس دي بتتكلم عن ايه بالزبط فبيوصل على زنزانته وهناك بيقابل ستيفن زميله في الزنزانة واللي بيكون برضو مضمن على المخدرات في تاني يوم بقى بيروح جورج لصالة الغداء بس ساعتها بيجيلوا رجال بويكا وبيحاول يستفزوا بأي طريقة بس جورج برضو بيفضل مكمل في تجاهله ليهم لحد ما واحد منهم بيحاول يضربه فجورج هولا بيزبقه وبيضربه الأول ساعتها بويكا بيجي لما بيلاين في حد من رجالته تضرب وقتها جورج بيستعزق بويكا وبيغرقه بكوبية المايا في وشه فبيتعصب بويكا وبتقوم مع ركما بينهم وبييجي العساكر بسرعة عشان يفصلوهم عن بعض ومن الوقت دوت وبويكا بيفضل متعصب جدا من جورج وبيكون عاوز يواجه بأي طريقة على الحلبة عشان ينتقم منه بعد شوية بقى بتيجي زيارة الجورج من فيل مدير أعماله اللي بيكون برضو المحامل خاص به وبيعرفه للأسف انه فشل يخرجه من هنا لان مطلوب فيه كفالة كبيرة قوي هو مش هيقدر يسددها دلوقتي فبيتعصب جورج جدا عليه وبيقوله انت مشاهف شغلك كويس وبعدها بيسيبه وبيمشي في تاني يوم بيتقابل ماركو وجاجا عشان يتفقوا على المباراة اللي هتتعينل وبيتدهيق جاجا لما بيعرف ان ماركو جاب له ملاكم متقاعد واللي يخسر شغلته من سنين بس ماركو بيطمنه ان كل حاجة تحت السيطرة وان بويكا هيخسر اكيد على ايد جورج لانه ملاكم قوي بنروح بقى بعدها للسجن وبيتلم رجال بويكا على ستيفن وده لانه عايز مخدرات وهو معهش فلوس فبيدافع عنه جورج وبيضرب كل اللي بيتعرضوله فبيشكره ستيفن على اللي عمله معاها وقتها بقى بيبدأ يقوله على حقيقة السين وان في مباريات ملاجمة في السر بتتعمل وبيتراين عليها بفلوس كتير قوي والمسؤول عن كده هو واحد اسمه جاجا فبيبدأ جورج يفهم سبب وجوده هنا وبيكرر يباوز الخطة بتاعتهم انه ما يشاركش فوالة مباراة هتتعمل ابدا في نفس الوقت بيشوف بويكا اثار الدرب على رجالته فبيروح يتخاني مع جورج بسبب اللي عملوا معاهم ساعتها جورج بيدرب بويكا تضرب قوية جدا في ايده بتسبب له اصابة ولعساكر بتيجي وقتها وبتبعده مع بعض في اخر لحظة وطبعا ده بيخلي بويكا متضايق اكتر منه المهم بالليل بيوصل خبر لجاجا ان بويكا تعارك في السجن وايده تصابت وبكده احتماله ان يخسر في الماتش اللي جاي وبسبب كده بيدخل جاجا فرهان على اخسار بويكا بسبب الاصابة اللي عنده وفعلا بتبدأ المباراة وبيدخل بويكا في معركة قوية مع خصمه وبيسدد له ضربات متثالية لحد ما في النهاية بموته وبيكون جورج شايف اللي بيحصل ومستغرب ازاي الناس بتاتف اسم بويكا في حين اصلا انه موت الخصم اللي قدامه ساعتها بويكا بيلاحظ ان جورج عمل بيتفرج عليه فبيوجه له تهديد ان نهايته قربت ازاي المتصابق الثاني اللي مات بعد شوية بقى بيروح جورج عشان ينام في الزنزانة وبيجي له العساكر عشان يخدوه على المأمور بس ساعتها جورج بيرفض ان يروح معاهم فبيحاولوا انهم يخدوه بالعافية ولكن جورج بيدربهم واحد ورد تاني ساعتها بقى بيوصل بقى العساكر وبعدها بيخدوه على زنزانة دحت الارض وبيربطوه في السقف فبييجي المأمور وبيعرض على جورج ان يشارك في المباراة الجاية مع بويكا وقلع يعقبه بس جورج بيقبل بالعقاب احسن من الدخول في مباراة في السجن فبيتعصب المأمور عليه وما بيكتفيش بحبسه في السجن لا ده كمان بيخليه نظف مجاري السجن ساعتها بقى بيجي راجل عجوز اسمه كورت اللي بيكون شريك جورج في زنزانته الجديدة وقتها كورت بيدل جورج ماسك وجوانتي عشان يخليه استحمل ريحة المكان وفي الاخر جورج بيوافق وبينفس كلامهم وبعد ما بيخلص بيرجع من تاني على زنزانته وهناك بيتفاجأ ان ستيفن بيطعط المخدرات وبيحاول ينصحه يبعد عنها وإيه اللي هيموت في يوم الايام بسببها في تاني يوم بيروح جورج عشان يكمل فترة العقوبة بتاعته اللي بتكون في الزنزانة اللي تحت الارض وقتها بيلاقي ان رجال ببايكة في طريقه ليه وبيحاول يضربوه بسبب اللي عملوا معهم قبل كده بس جورج بيقدر بذكاء يدافع عن نفسه في نفس الوقت بيجي العجوز كورت فبيمسك واحد منهم بيخنقه لحد ما بيخليه يفقد الوعي وباقي رجالة ما بيشوفوا اللي حصل بيهربوا بسرعة من المكان خصوصا كمان ما بيلاقي ان الشرطة خلاص وصلت ساعتها الشرطة بتسيبهم وبتمسك بس في جورج وبيرموه في الزنزانة لتحت الارض اللي خاصة بالصرف الصحي وبسبب كده بتتأثر حالة جورج الصحية جدا وبيفضل على الحال دوت لمدة يومين كاملين ساعتها بيجي له كورت وبيدي له المياه وأكله علاج عشان حالته تتحسن شوية وبينصحه كورت ان ينفذ اوامرهم المطلوبة وإلا هيفضل في السجن دوا ببقية حياته زي ما حصل معاه بالزبط بعد شوية بيجوا العساكر وبيخرجوا جورج من الزنزانة وبيودوا لجاجا عشان يحاول يقنعهم المشاركة في المباراة اللي هتتعامل بس جورج بيصمم على رفضه وبيقولهم مستحيل يشارك في جريمة زي دي خصوصا انه يخرج من هنا قريب لان فيل شغال على اجراءات خروجه وفجأة ساعتها بيظهر له فيل وبيباني انه متفق اصلا مع جاجا انه هيبيع له جورج مقابل الفلوس وبيحاول فيل يقنع جورج انه يشترك في المباراة وبيغري كمان انه هيكسب فلوس كتير قوي من وراها ده غير انه يخرج من السجن في خلال اسبوع بالكتير ووقتها بيتصدم جورج من اللي بيسمعه وبيحاول يحجم على فيل بس رجال الجاجا بيمنعه بالاسلحة وبيقول له جاجا انت مضطرة توافق لو عاوز ترجع على بلدك من تاني في الوقت ده بيتطر جورج يوافع على كلامهم لان ما عندهوش خيار تاني وفعلا بيرجع جورج على زنزانته وقتها بيكون ستيفن خايف عليه لان رجال ببايكا مش هيعدوا الموضوع بالسهل في تاني يوم بيروح جورج عشان يتمرن ويستعد لمباراة ساعتها بيكون ستيفن قاب بيشرب مخدرات فبيجيلوا ساعتها واحد من رجال ببايكا وبيطلب منه يحط مواد مخدرة في ازاست المايا بتاعت جورج وفي المقابل هيدونوا مخدرات كتيرة قوي ومن غير فلوس ومع الاسف ستيفن بيوافق وبيجي معاد المباراة وبيكون بايكا وستيفن مستعدين للمواجهة واول ما بيرن الجرس بيدخل الاتنين في اسرع قوي مع بعض بس بيبان ان جورج اقوى من بايكا بكتير بس بايكا بيقاوم وبيردوا للضربات ديت بشكل اسرع لحد ما بتحصل غلطة والاتنين بيقع برا الحلبة وبتنتهي الجولة الاولى بدون اي نتيجة فبيعد جورج يرتاح شوية وبيشرب ازاست المايا اللي فيها المخدر في نفس الوقت بيكون كورت شايف اللي بيحصل وبتبدأ الجولة التانية وبيكون جورج متأثر جدا بسبب المخدر اللي شربه وعشان كده بيقع على الارض وسط المباراة وبيفقد الوعي ولما بيفوق بيلاي نفسه في المستشفى وجنبه كورت العجوز صاعتها بيقول له كورت ان ستيفن صاحبه هو اللي حضره المخدرات في ازاست المايا فبيتعصب جورج جدا وبيروح لستيفن على الزنزانة وهناك بيتفاجئ اصلا ان ستيفن موت نفسه وسبب رسالة اعتذار لجورج بسبب اللي عمله فيه فبيتصدم جورج وبيكون حسين جدا على موت صاحبه ستيفن فبيروح جورج وقتها عشان يتخانق مع بايكا وبيقول له انت جبان جدا لانك كسبت المباراة بالغش وقتها بيكون بايكا مش فاهم وبيتكلم عن ايه بالزبط فبيوصل ماركو للمكان وساعتها بيتاهم جورج ان خدعه وانه خالف وعده ليه لما قاله ان هيخرجه من هنا فبيقول له مارك انا ما وعدتكش بحاجة وسواء كسبت او خسرت فعتفضل هنا على طول فبيتعصب جورج وبيضرب ماركو بلاكمة قوية في وشه فبياخدوه الحراس وبيربطوه برى السجن وسط التلج في نفس الوقت بيستوعب بايكا اللي حصل وبيعرف ان فيه لعبة بتتلعب من ورى ظهره وساعتها بيروح بايكا وبيموت الشخص اللي اكبر ستيفن انه يخدر جورج في المباراة وبيكسر كمان رعبة المساعد بتاعه وطول الوقت دوت وجورج بيكون مربوط في التلج وبيموت بالبطيق على الجانب الاخر بقى بيكون فيل في مكتب جاجا وبيطلب منه انه يسلمه المبلغ اللي اتفقوا عليه فبيقول له جاجا انه مش هتديله المبلغ كامل لان جورج خسر فبيهدده فيل انه يفضح موضوع مباريات السجن لو ما تدلوش حقه كامل فبيوافق جاجا على كلامه وبيسلمه الفلوس بس اول ما فيل بيخرج بتروح ليزا المساعدة بتاع الجاجا وبيتخلص عليه وبتاخد الفلوس مرة تانية في ثاني يوم بقى بيكون جورج لسه مربوط واستتل فبيصعب على المساجين وبيدوله اكله ميا وهدوم عشان يتدفى بيها وبيشوف الحراس وقتها ان جورج بدأت حالته تتحسن شوية فبياخده منه كل الحاجات اللي معاه وبيعاقبه كل المساجين اللي ساعدوه انهم يقفوا في التلج معاه بعد شوية بقى بيوصل جورج على السجن وبيعرف بخبر تخدير جورج في المباراة وبيكرر انه يديله فرصة تانية وبيعرض عليه انه يشارك في المباراة مقابل خمسة مليون دولار بس هياخدهم في حالة لو قدر يفوز وساعتها بيكرر جورج انه يوافق على عرض بتاعه بس في شرطه انه يوزع لكل المساجين جواكد تحميهم من البر وطبعا جوجا بيوافق على شرطه بعد شوية بقى بيكون جورج بيتمرن عن مباراة فبيجيله كورت وبيشكر على الجاكت وساعتها بيعرض عليه انه يساعده في التمرين فبيستاذق بي جورج جدا لانه راجل كبير في السن فبيقول له كورت انه كان شغال اصلا في القوات الروسية وده قبل ما يدخل السجن هنا وبالتالي هو يعرف كتير جدا عن فنون الدفاع عن النفس فبيوافق جورج وبيبدأ كورت يدربه وبيعلمه ازاي انه يصيب خصمه في نقاط ضعفه وبيعلمه كمان حركة يكسر بيها راجل بويكا عشان ينهي مسيرته الرياضية في نفس الوقت واحد من رجال بويكا بيشوف ان جورج من بعيد بيتدرب على ايد كورت بس بويكا ساعتها لما بيسمع ما بيتأثرش خالص بالخبر دوت وبيشوف ان جورج ملاكم ضعيف اصلا وعاوز يكسب بأي طريقة وفي تاني يوم بيكون جورج في الزنزانة وبيلاحظ ان كورت مسك صورة البنت صغيرة ومتأثر بيها جدا وما بيسأله جورج عنها بيقوله كورت ان البنت ديت تبقى بنت اخوه واسمها ألس وان السبب دخوله للسجن ان اخوه سرق بنك مركزي والشرطة قبضت عليه فكرر كورت ان هيلبس القضية دي بداله وده عشان الطفلة ما تتأثرش وما تبقاش من غير قب وحاول كورت اكتر من مرة انه يهرب من السجن دوت بس للأسف كل محاولاته كانت بتفشل لحد ما في يوم موت واحد من عساكر بالغلط ومن زعيتها اتحكم عليه بالمؤبد ومن وقتها مفيش حد بيسأل عنه خالص حتى اخوه اللي ضحب عمره عشانه فبيتأثر جورج جدا بكلامه وبيحاول يهون عليه بييجي بقى معادل مباراة وبيحضر فيها ناس كتير قوي وبيتم الرهنع المتسابقين بمبالغ ضخمة جدا وبتبدأ المباراة وبيقدر جورج يوقع بايكا في بداية الجولة الاولى بس بايكا بيفلت على اخر لحظة وبيفضل يديله ضربات متتالية لحد ما بيفوز على جورج في اول جولة وقتها كورت بيحاولوا ان يحمس جورج وبيفكروا ان لو خسر في المباراة دا فهيقدي بقية حياته بالسجن هو بيبدأ يلعب على عصابه وبيحسسه انها مسألة حياة او موت فبيتحمس جورج وبيبدأ الجولة التانية وبيقدر ان يصد كل ضربات بايكا وبيستعد في نقطة ضعفة في جسمه زي ما تعلم ان كورت بالزبط ولكن جورج بيقدر يفوز عليه لما بيكسر له رجله اليمين وساعتها بيعلن حكم الفوز النهائي لصالح جورج وبيبدأ الكل يحتفل بفوزه وفي تاني يوم بيتم الافراجة عن جورج وبشكل نهائي وبيستلم من جاجا فلوس كتير قوي ساعتها بقى بيدخل جورج لمكتب ماركو وبيسلمه شنطة الفلوس في مقابل ان يخرج كورت من السجن وبتنجح الصفقة وبيخرج جورج هو وكورت من السجن مع بعض وبيروح وقتها لمحطة القطر هناك بقى بيقابله أليس بنت أخوه وبيشوفها كورت ومتأثر جدا ومش مصدق اللي بيحصل بعدها جورج بيرجع على بلده في أمريكا بعد ما قدروا ان يرجع شهرته كملاك محترف جدا وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها overdose aflam وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة